هناك تطور في الموقف الروسي عقب هذا التفجير حتى اللحظة تم التغييرات عسكرية تم تعيين جنرال جديد للجيش قائد لمجموعة القوات المشتركة في أوكرانيا أيضا تم الإعلان عن تحقيق يعني كيف ترى هذه القرارات الروسية بداية عندي تعليق بسيط على ما قال هضيفك من كيف عندما نتحدث عن أنه أجنحة صراع داخلية في روسيا تفجر جسر فهذه الرواية هي أشبه إلى الخيال ولا تتحمل أي نقد أو عقل لكن ما هو وارد أن الكرم لا تزال فيها خلايا نائمة موالية لأوكرانيا مثل تطار الكرم الذين طوال هذه السنوات كانوا معارضين صمتين لوصول السلطة الروسية بسبب الذاكرة التاريخية النازفة منذ تهجيرهم من أرضهم في عام 1944 وربما هذه الرواية قد تكون أقرب إلى الواقعية أن يكون الهجوم نفذ بواسطة عملاء أوكرانيا في داخل الكرم أما بخصوص سؤالك فلا يمكن ربط تعيين الجنرال سرقيس سورافيكين قائدا للعملية العسكرية في أوكرانيا مع قسر الكرم بشكل مباشر لأن الأنباء عن قرب إعلان تعيينه بدأت تتوارد عبر القنوات العسكرية على تيليجرام منذ ليلة اليوم أي قبل حدث تفجير القسر كما أن سورافيكين هو يتمتع بقبرة قتالية كبيرة إذ هو شارك في الحرب في تجيكستان في التسعينيات ثم في الحرب الشيشانية الثانية وتولى قيادة مجموعة الكوات الروسية في السورية في مهمتين طيب دكتور رامي قبل هذا التفجير كان هناك تصريحات روسية لرئيس الوزراء الروسي وأكد أنه لن يتم استخدام السلاح النووي ولكن الآن بعد هذا المتغير وهذا التطور هل ستجرؤ روسيا على استخدام السلاح النووي أو التكتيكي بعنوان هذا التفجير برأيك إذا ما أثبتت مسؤولية أوكرانيا؟ أنا أعتقد أن هذا الاحتمال قد يكون مستبعد لأن السلاح النووي والغلوء التكتيكي هو سيؤدي إلى تدمير كبير ومقتل ربما مئات الألاف الأشخاص ولكنه لن يغير شيئا من واجهة النظر العسكرية والاستراتيجية بل سيجعل روسيا دولة ماركة بشكل نهائي بينما حاليا لا يزال لها شركاء في أسيا وفي العالم العربي وحتى الدول مثل الماغر في أوروبا فهذا ليس في مصلحة الكريملين لكن هناك نحن نسمع دعوات من قبل أن صار العملية العسكرية لاستهداف البنية التحتية الأوكرانية من جهة تدمير الجسور فوق نهر دنيبر أو تدمير محطات الكهرباء الأوكرانية مثلا هناك قرأته منشورا لأحد المدونين الأكثر تأثيرا يوري بيدالاكا وهو مدون روسي أوكراني الأصل قال إنه بعض ما جار على روسيا إغراق أوكرانيا في أفلام أي تدمير المحطات الكهروحرارية حتى يتم إلحاق ضربة قاضية بالبنية التحتية الأوكرانية ثم ربما منحها مهلة للاستسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر